حسابات الساسة في لبنان هي لربحهم فقط المادي المعنوي والسلطوي ويقفون سدا منيعا امام اي تنازل لمصلحة شعبهم والوطن فواقعنا الراهن اليوم اكبر دليل على التعنت والمماحكة السياسية والنكد والحروب العبثية والدونكيشوتية في وقت يرزح الشعب تحت مصائب وازمات صمعوها له لافقاره واذلاله واهانته فيسهل عليهم حكمه واخضاعه ولكن يبدو ان قواعد اللعبة تغيرت وخاصة بعد ثورة 17-20 وبعد النكبة الاقتصادية والمعاشية التي ألمت باللبنانيين وانفجار المرفأ والذل الذي يعيشونه على المحطات وفي الصيدليات والمستشفيات نعم قواعد اللعبة تغيرت والمحاسمات هي لا محال في الانتخابات النيابية المقبلة وان لم يحاسب شعبنا هذه المرة سيحاسبه الله على خنوعه وسكوته عن الباطل الملفات السياسية الساخنة من تشكيل الحكومة الى اعتذار الرئيس الحريري وصمود مبادرة الرئيس بره وبعد الرئيس عون عن الواقع القائم وملفات اقتصادية نناقشها مع الوزير السابق على حكيم في هذه الحلقة من منشات المساء مع الوزير أهلا وسهلا فيك بصوت ابنان سؤال يعني كل الناس عم تسأله وبديه هالأيام هل سيحاسب شعبنا المزلول المنهك الذي تحتقره هذه الطبقة السياسية هذه المرة في الانتخابات النيابية وان لم يحاسب ما مصيره مساء الخير أولا والألك وللمستمعين أهلا فيك معلك يعني أولا غدا على السؤال نحنا كمواطنين ممنوع التشارم وممنوع اليأس أنا مأكد أنه على أكيد اللي عم بقوله هلأ في كتير ناس بيكونوا عم بيقولوا بكل المصايب اللي نحنا فيها معقولة هيك جواب الجواب أكيد ممنوع اليأس وممنوع التشارم لأنه اليوم نحنا مؤمنين باللي عم نعمله ومؤمنين بهالبلد ومؤمنين بإعادة ترميم هالبلد وبأسرع وقت ممكن أي نعم اليوم ممكن يكون فيه حلول والحل الأول هو بانتخابات نيابية وتصويت الناس للتغيير يعني تغيير الموعيدة لليوم الموجودة تغيير اللعبة القائمة بكل معناها كلعبة سياسية إدارية حزبية طائفية اللعبة والمشهد المشهد هي لعبة موجودة هو التداول اليوم اللي عم بيصير اللي عم نشوفه الأخبار اللي عم نسمعه وما عم تعجبنا تغيير كلها النمط وخلق نمط جديد وهيدا اليوم لازم يآمن فيه المواطن اللبناني عشان هيك عم بقوله ما لازم يقاس وأكيد ما لازم يفقد الأمل مع الوزير بس طبعا عدم فقدان الأمل واليأس هو ناتج عند المواطن عن يعني إبادرة حسنية عن بصيص نور بيشوفه اليوم ما عم بيشوفش نهائيا يمكن هذا لازم يكون دافع أساسي للتغيير وللصمود من أجل التغيير ونحنا على عشرة شهر يمكن من الانتخابات النيابية إذا بدأت تنعمل بمواعيدها قد السورية ولكن اليوم منشوف ومنسمع إن كان الطبقة السياسية بتشيع وإن كان حرام يعني هناك ضعفاء نفوس بيقولولك إنه ما راح يتغير شي إذا تغير بيتغير عشر نواب خمسة عشر نايب عشرين نايب شو بيقدروا يعملوا خمسة وعشرين نايب من أصل مئة وثمانة وعشر نايب شو بيقدروا يعملوا بيظل يعني استمرار هذه السلطة السياسية بالتعنط وبيمسك بمفاصل الدولة كلها يعني أولا ما كان فينا نكون نحنا غير متشائمين من اللي عم بيصير على صعيد شي بديه يعني ما كان فينا ننتظر شي إيجابي من نون ما كان فينا ننتظر ونكون نحنا عم نقول راح يصير في حلول عملية بأسرع وقت ممكن خاصة من بعد 17-20 والأمل اللي فتح هالباب الكبير اللي نفتح تجاه المواطن وأمله بدولة لبنانية على الأكيد ما كان فينا نكون إلا متشائمين على اللي عم بيصير ويلي راح يصير وهيك صار أصلا لأنه اليوم الأشخاص اللي خلقوا هالأزمة ما فيهم يكونوا بديل لحل هالأزمة والبرهان مكملين على ذات المصار بذات الطريقة وبذات الخطوات وبذات الإدارة عشان هاك اليوم البديل الوحيد هو لعبة جديدة منطق جديد معيدة لجديدة إن كانت على على الصعيد السياسي ولكن أيضا على الصعيد الإدارة الداخلة لأنه تنبلش من الأول المشكلة الكبرى في لبنان عدم وجود إدارة عدم وجود تخطيط رشيدي صح للتمكن للتوصل إلى أكيد خطط وحوكمة وإدارة رشيدة وما هنالك بس بدك تبلش بإدارة والبرهان التخبط العارم اللي عم بيصير اليوم بجميع القطاعات اليوم الموجودة استيريا يعني كاوتوتال بيقولوا بالفرنسي الفوضى الشاملة على جميع القطاعات والحلو إنه مفوطين ببعضهم شربتين اللاعبين بلايرز طبع كل الكطاع مفوطينهم ببعضهم إذا بتشوف بالكطاع التربوي زيت الشي بالكطاع الصحي زيت الشي بالكطاع الغذائي زيت الشي الغذائي زيت الشي أدوية محروقات وهي دلالة عن فشل زريع بالإدارة والتخطيط أصلا في إنحلال للدولة معليك الدولة مش موجودة اليوم لما منلاقي الناس عم بتصارع بعضها على محطات الوقود اليوم مع احترامي لكل الجنسيات لما المصري والباكستاني يعني عامل ترمبا اليوم هو صاير الأمر النهي على الترمبا هو بحدد لك شو بتعمل وكذا اليوم نحنا يمكن صرنا بغيبة بس يعلنوا إنه نحنا صرنا بغيبة مع الوزير الثورة أصبحت في النفوس يعني اليوم المجموعات اللي كان عندها حراك شعبي على كافة الأراضي اللبنانية من 17-20 حتى يعني آخر 3-4 شهور طبعا سبب انفجار بيروت وكورونا للناس يمكن رجعت انكفأت وصارت ببيوتها انتقلت هذه الثورة من الأرض إلى النفوس بانتظار الانتخابات النيابية تهى الناس تتعبر أو تحاسب هل الانتخابات اللبنانية النيابية ستحصل وإذا لم تحصل هل ستكون دافع لعودة زخم الثورة من جديد والمطالبة بهذه الانتخابات قبل ما اوصل لهالموضوع اللي هو مهم جدا أكيد بدي بس احكي عن موضوع اليوم المجلس النيابي الحالي الموجود كنت عم بسمع عم بارح نائب حالي عم بيقول انه ما استقال طي يضل موجود وطي يعرف شو عم بيصير بالداخل يعني شي مضحك ومبكي بذلك الوقت لأنه ما فيه نزوم تكون جوة تعرف شو عم بيصير المواطن المواطن خرج المجلس المواطن العادي بيقدر يعرف شو عم بيصير فإزا الموضوع فقط موضوع كراسة وموضوع أكيد وجود وسلطة فقط ولا غير ومن هالمنطلق نحنا متساءل سؤال يلي انتخبوا هالنواب اليوم وين هل راضين بإداء هل راضين بيلي عم بين عمل لأنه كتير مرات هل عم يوقفوا بالطوابير الزل قدام المحطات أو المستشفات أو هن منزهين أو هن مترفعين عن هالموضوع وكل شي مأمل لهم صح لأنه كتير أيام بيسألونا شو ربحتوا انتوا كحزب الكتائب وشو استفدتوا انكم استقلتوا كأنه موضوع الاستئالة أما الوجود بمجلس النيابة ربح وخسارة بدأعرف أي ربح وأي خسارة في تمثيل للناس اليوم الشعب راضي باللي عم بيصير أين اللي صوتوا للأشخاص الموجودين بالمجلس النيابة ولاش اليوم ما بيتظاهروا قدام بيوتهم هن اللي صوتولهم منهم وفيهم وبيطالبوا منهم يستئيلوا لإعادة الخيار إلى الشعب اللبناني هيدا حل من الحلول اليوم كتير مهم يتاخذ بعين الاعتبار وهيدا بيوصلنا إلى سؤالك أي نعم اليوم ما في حل إلا بانتخابات نيابية للتوصل لتغيير من يدير المشكلة ما بقى من يجد حلول الحلول موجودة إن كان من الخارج على أساس برامج حاضرة خالصة مش أول مرة بتصير بالعالم هالأزمة هيدا يمكن مش بها الكبر وعلى أكيد بلد صغير بيقدر يتلاقى حلول عملية وسريعة كتيرة لأنه البلد صغير واقتصاده كمان صغير فإذا الحلول برجع بيعلى بسرعة بس أطيع استقرار سياسي وأمن المشكلة بمن يدير برامج الحلول من سوف يدير الحلول العملية اللي بتنعمل اليوم هي اللي تقريبا كمان المواطن العادي بيعرفها مش ضروري يكون قاعد بالمجلس اللي ييبي طي يعرف فيطلع ببيانات ويطلع ب كي بيقوله بريس كونفرنس طي يخبرنا خبريات كلنا بنعرفها وكلنا سمعناها وكلنا بنعرف شو هو حل بعدين في موضوع يعني هاي الوكالة اللي بيوكلها الشعب للنيب نيب بس يخدها يبدو بيضبها وبيبطل اللي يردها للشعب لأنه نحنا يعني شفنا بسبعة عشر عشرين على مدى أشهر من بعد سبعة عشر عشرين 2019 معا الوزير كان في ملايين اللبنانيين على الطرقات عم بيطالبوا باستقالة المجلس النيابة ولكن وحتى اليوم تطنيش وحتى اليوم يعني اليوم النيب بكل دول العالم لما بياخد هاي دي الأمانة وبيأمانة الشعب وصوتها الشعب وبيحطها عنده مفروض عند أول استحقاق عندما يطالبوا فيها أنه خيئ أنت بلاك تردها لأنه أنت ما طلعش كفوق الردة نحنا يبدو ما رح يردوا شيء وخاصة بنشوفهم على التليفزيونات بيحكوا مطولا تيفسروا ويعطوا دليل لوجودهم وتيقولوا ليه موجودين بعضهم داخل المجلس النيابة لسوق الحظ هو هيك بقى السؤال بيرجع بينسال وفينا نعكس السؤال بنا نشوف الشعب إذا عم بيشوفوا نهني شو عم بيعملوا داخل المجلس مشهد مشهد شعب وإزلال الشعب واضح بالشوارع ولكن داخل هالمجلس أنت شو عم بتعمل سألوني مرة سؤال ليش تقلتو لطلو أنت نقدر نتطلع بعيون الناس فقط ولا غير ومش أول استيقالة هادي لحزب الكتاب كان عنده استيقالة كمان وزارية وحضر طاقي كانت فيها لما كمان لقى أنه في حاقة مسدود أمام الإدارة وقته كان إدارة ملف النفايات وقته وفشلت الحكومة بهذه الإدارة مع الوزير تشكيل الحكومة أصبح في مهب الريح من يؤلف الحكومة وكيف تتألف وشو هي المعايير وين تتألف الأماكن يعني نحن شفنا أنه البياضة صارت هي يعني صارت فقاسة لوزر البياضة يعني اجتمعوا أربعة بس وصف لي هذا الاجتماع اللي شفته أنت حضرتك يعني اجتماع مغموك أولا بدنا نكون يعني واضحين اليوم اللي بدوا يلقي حلول هو المؤسسات ليس الأشخاص ونحن عامة متعودين على الغرف المغلقة فيها شخصين ثلاثة بيتحيدسوا بينتهم بالليل وتاني يوم بيطلع فيه حلول مثل موضوع مثلا الانون الانتخاب الشهير بتتذكر بليلي وضعها طلع الدو الأخضر وغيروا كلهم مصارهم وبالأخص يلي كان عم بيدافع عن المسيحي بقى اليوم الغرف المغلقة والمضحك والمبكي اليوم أنه الموجودين جوا كلهم تحت العقوبات يعني أنا بدي أفهم إذا هولي عم بيعملوا حكومة كيف كيف حيستقط خلينا نخلينا نأصمهم مع الوزير اليوم الوزير بسيد المزبوط على عقوبات أمريكية عندك الوزير كمان علي حسن خليل على عقوبات وعندك طبعا يعني معاون سياسي لأمين عام حزب الله حسين خليل أصدا كونه بحزب الله لعقوبات وبدال عندك كمان وفق صفر يعني أربع صحيحة لعين عقوبات أربعتهم يعني كيف وهني عم يشكلوا حكومة لبنان الانتاجية هيدا السؤال الكبير اللي بي نسأل اليوم كيفية أعطاء الثقة للمواطن والمجتمع الدولي لاستقطاب الاستصبارات والاستقطاب كل شي اسمه أموال خارجية كيف بدك تعملها هيك حدا يجاوبني بس إنه كيفية التعاطي بهالموضوع هيدا واحد تانيا الطريقة هيا ترى دولة مثل الدولة اللبنانية تكون تحت إيد أشخاص وليس تحت إيد مؤسسات نؤمن بالمؤسسات اليوم عندك مجلس نيابة عندك حكومة عندك رئيس جمهورية عندك رئيس حكومة إن كان مستقيل أما مكلف ولكن عامة المؤسسات هي اللي بتتداول مش بالخفية بتشتمكن هني بيسموها دولة المؤسسات هيدا اسمها دولة مردفة هيدا اسمها مؤسسات رديفة مش بس مؤسسات أشخاص رديفة لمؤسسات الدولة في رفض تام للتعامل هيك على الصعيد الإدارة المؤسسات للدولة اللبنانية يارات اتفقوا ويارات اتفقوا أكيد ولكن كمان مرة لو اتفقوا أمام ما اتفقوا شو رح يطلع شو هي النتيجة النتيجة رح تكون أكيد عدم ثقة من المجتمع الدولي ومن المواطن اللبناني يعني رجعنا مطرحنا وين ما كنا بينما هن عم بيتعاملوا كأنه ما في شي عم بيتعاملوا كأنه الأرض يعني بألف خير والمواطن بألف خير ومش شايفين الناس كيف عم تتخابط على الأرض بالمعيشة اليومية يعني ما في عندك اليوم خطوة معيشية بتعملها كل يوم ما توع تتنام إلا عم بتكلفك جهد ومصاري وتعب ووجع راس وعدم طبقنينة وا 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 في كيف تتطلب أن المواطن اليوم يكون غير بقى من هالمنطلق برجع بسأل السؤال إلى المواطنين اللي صوتوا لهالنواب الموجودين بالمجلس النيابي شو نطرين تتظاهروا بكل سلم لأنكم أنتم صوتونه عندك عتب على الجمهور معلومة على الجمهور اليوم اللي ما عم يقدر يعني يقول كفى على هالموضوع يطلع من عقدته السياسية يقول كفى بلا عقد سياسية نحنا كلنا لبنانية كفى لها الحالة الشيزة اللي نحنا فيها لازم عم بتمقلك يروح يتظاهر أما يطالب بلا تظاهر يطالب فقط تحت بيته للنيب اللي صوت له أنه عمول معروف ستيل اليوم تنقدر نلاقي خيار تاني إلا إذا كل هالأشخاص مبسوطين ومرتحين بالتداول اليوم فليكن فليكن مع الوزير يعني تحدثنا عن التشكيل ولكن لن نتحدث عن المؤسسات المعنية لن نتحدث عن رئيس جمهورية ولن نتحدث عن رئيس مكلف أين رئيس جمهورية وأين المعنيين في موضوع التشكيل يعني اليوم نحنا بين إذا بدك أزمة واحدة إلى الرصين من ميلي عندك عرقلة لتشكيل الحكومة اتهام ومن ناحية التانية عندك اتهام بالثلث المعطل ويمكن المقاعدة بين الحكومة والرئاسة والانتخابات الرئاسية وما هنالك بين أسامي الوزيرين لك لك نحن وين الناس وين وهن وين كيفية تسمية الوزيرين المسيحيين طيب عن بعطي مثل صغير صحيح بينما اليوم الخاسر الوحيد بي هاللعبة هاي دي هو المواطن اللبناني يوميا والخسارة عم بتزيد مع الوزير لا يحق يعني لرئيس التيار جبران بيسيل أن يبدأ بخوض معركته الرئاسية انطلاقا من تشكيل هذه الحكومة الجديدة على ظهر الناس طريقة ماكيافلية على ظهر مما كان بده يعمل رئيس ويمكن عنده عنده هو الوقت المناسب هلأ عمه اليوم رئيس جمهورية عنده كتلة نيابية عنده وزراء ماسك التوقيع بإيده لأنه طبعا رئيس الجمهورية مكلف يبدو يعطي تكليف شرعي للوزير جبران بيسيل بتشكيل الحكومة وهو اليوم يعني يفاوض أو يبازر بموضوع التشكيل الله يحق له بالسياسة هالشي هاي دي اسمها انتهازية مش سياسية مش سياسة السياسة هو مسئولية اجتماعية مسئولية تجاه المواطن هلأ بدك تاخد عن الاتبار انه انت اليوم بما ققع كو وبدك تجي تقدر تجمع كل شي اللي بتقدره تفرض شرطك هيدا اسمه كمان مصالح خاصة ومصالح حزبية وطائفية يمكن وشخصية حسب النوع للنكتار يغز العين بغطيك مثل صغير اليوم بس بتسمع انه الامم المتحدة يعني من ناحية الشؤون الانسانية بتجي بتقلك انه المسئولية الاولى على زعماء لبنان وهالمسئولية واضحة بموضوع الفقر اليوم بسموه extreme poverty بالعربي الفقر اللي هو اسم هلا بتذكره المبقع المفولة هدا هو انه عندك اليوم واحد فاصلي خمسة مليون شخص بالفقر عندك محلال لك شي اسمه الطبقة الوسطة اليوم عندك حالة هريين كامل اللي هو بس تسمع كمان للاخوان بالمجلس النيابي اللي عم بيدافعوا عن شرف المواطنين اللبنانيين اللي مازالوا جوا انه البنك الدولي عطانا مصاري لطباعة عبل غليجنة عبل غليجنة المال والموازنة اللي صار ل11 سنة بتطلع على التليفزيون وبتخبرنا بطولاتها واذا عندنا مشكلة باللبنان هو بالمال والموازنة عم بتتشكى عندها انه في تأخير حاصل بتنفيذ مشاريع ممولة من البنك الدولي يعني ماشي ما بيتصدق وهيدا الموضوع عم بيسمع فيه من سنة 2015 2015 لليوم يعني فيه عندك اليوم عدم مسئولية تامة على صعيد الدولي ويصدي وبعرفه كتير من مش عم بيحكي بس عنه على كيد فيه لجنة كاملة فيه عندي أصدقاء يمجوها ولكن عم نحكي عن المنظومة ككل فيه مسئولية اليوم قد ما تكون بتحب الشخص عم ما بتكون بتلاقيه مهضوم فيه مسئولية للأشخاص وكل شخص له مسئوليته بتضم إطار الدول اللبنانية حتى بالقطاع الخاص ذات الموضوع فيه مسئوليات محددة والمسئوليات واضحة والأكيد كي بدي قللك تعاطي بقى هالمسئولية كمان لازم يكون واضح انت اليوم بقطاع عام بالقطاع الخاص وهيك كيف بتتعامل بس تكون بقطاع عام وعندك مسئولية مواطنين ودولة وبلد برجع بسأل السؤال ضمن هالإطار العام وعمرطيك آخر شغلتان صاروا فينا نرجع لورا ونشوف الرئيس مكرون كيف حملهم المسئولية وغيره 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 ووزير الخارجية فرنسي يعني أكتر من هاك ما فيه يعني نسمعهم كلام يمكن اليوم إذا ولد بيسمعه من بيه لو كنا بمدرسة ما كان هاك فإذا اليوم هولين ما بقى يستاهلوا يقدروا يكملوا بمهامهم يكملوا بمهامهم السياسية الحزبية الحياتية اليومية ولكن بمش بمراكز مسئولية مسئولية سلطة مسئولية دولة إذا بكرة يمكن عدله ورجعوا طبعيين يمكن يرجعوا للحكم ولكن اليوم بدون يزيحوا ويعطوا مجال للشباب لأنه لهم عنا طاقة شبابية هيلة نعود إلى النقطة الأساس معا للوزير وهي أنه التغيير لأنه دون تغيير ودون انتخابات ودون يعني هيدا النفحة التغييرية هيدا الطبقة راح تدال مننتقل من الوزير جبران بسيل ومعركته الرئاسية إلى الرئيس سعد الحرير يعني اليوم تكلفة باهزة بحطة الرئيس الحرير من رصيده ويمكن من وقته غير متجانس مع فريق الحكم مع فريق العهد مش لازم الرئيس الحرير يعتذر عن تشكيل الحكومة طالما أنه بموضوع التأليف غير متجانس كيف بكرة ببرنامج العمل يعني بدنا نكون واضحين كلنا عرفين أنه مثل ما قلت لك شو ما يجي كنتيجة لهالم بحسات اللي عم بتصير والنقاش الحاد اليومي على الإعلام على كيد النتيجة واحدة ما رح تعطي نتيجة كل شي فينا نتمني اليوم للبنان ونحنا اللي عم نقوله واضح جدا الوصول إلى حكومة مقبولة مقبولة فقط نظهر كنا تكون مقبولة من الجميع من المجتمع الدولي من المواطن اللبناني عند من الأشقاء العرب عند أكيد عند ثقة وتقدر ترجع تقوم بلبنان نوعا ما تحطه على إجراء تنقدر نرجع عن الدول بالسياسة ما حدا عم بيطالب اختفاء أحزاب أما طيارات أما غير شي كل شي عم نطلب اليوم نقدر نقلص من هالأزمة اللي نحن فيتين فيها وين المسؤولية واضحة المسؤولية واضحة وهي بالتراتوبية الموجودة اليوم السياسية اللي هي كمان واضحة عندك الثنائي الطيار وحزب الله هو المسؤول الأول وعندك من ناحية تانية المستقبل وأمل مسؤول التاني وعندك بقية الأحزاب التالت والرابعة والسادسة أما الخير تدرج المسؤولية اللي هن كمان مسؤولين عن التسوية والحالة اللي توصلنا لليوم وهي المسؤولية واضحة بتجاه المواطن هل المواطن بدوا يعيد الخيار بين يديه لأنه دايما بيقولوا نحنا الكل عم بيقولوا إنه الحالة هيك طب شو الحال في حال الحل الوحيد اليوم هو يعيد الخيار بإيد الناس وعيدة التاج السلطة من جديد الناخب يعيد صوته قلو ويرجع يعطي لها مين ما بده حتى لو بده يعطيه للشخص اللي أخده منه يعني ما في أي مشكل من هالناحية ما حدا كمان مرة عم بيطالب بإنهاء ناس لا أما إنهاء أحساب ما حدا بينهي حدا اليوم عم نطلب إيعدة الخيار للشعب والشعب هو يختار بطريقة واضحة وصادقة مع الوزير الرئيس بري يعني يبكي على مبادرته يعني عم بيحاول يقرب وزوهات النظر ولكن يبدو لشيء جديد حتى الساعة وإذا أنهى الرئيس بري هذه المبادرة بيبطل عنا تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف الرئيس بري بيشير إيده من اللعبة ساعته ما حدا بيحكي مع حدا وين رح نصور برجع لك الموضوع ذاته عم نحكي عن مبادرات فرية عم نحكي عن بس إذا المشهد اختفى كله يعني جبران ما بيحكي مع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية ما بيحكي مع الرئيس المكلف الرئيس بري كان عم بيجمع بيناتهم ويحاول يعمل مبادرات عمل المبادرة بنسخة أولى نسخة تانية نسخة تالتة ثلاثة أربع فرسيون ما مش الحال بس يوقف نحنا دام شو رح نصير كل مبادرة إيجابية بتقدر تعطي حلول عملية على الأرض لمساعدة الناس مرحب فيها ولكن كمان مرة إن ما توصلنا إلى حل كمان مرة رح نوصل لا يعني مش القعر نحنا بالقعر أصلا نحنا اليوم بس رح نضل أطول بالقعر كل يوم عم بيقطع أكيد الخطوات التصريحية لهالأزمة اللي نحنا فيها بتاخد وقت أكتر وجهد أكتر لإعادة البلد والدولة إلى ما كانت عليه فإذا بدناعرف أنه كل يوم بيقطع هو عم بيأثر على الإصلاحات عم بيأثر على النتائج وعم بيأثر على المواطن اللبناني فإذا كل التأخير والتأخير شيء ما بيتصدق شيء ما بيتصدق التأخير اللي عم بيصير عم بنضيع وقت كأنه نحنا بألف خير إن كان من بعد 17-20 برجع بذكر إنه حزب الكتاب كان طالب انتخابات من بعد عشرة أيام مبكرة ما نعمل شيء من هالموضوع يعني ولو نعمل من سنة 2019 كنا اليوم كنا بموضوع كنا اليوم تفوضنا مع البنك الدولة تفوضنا مع صندوق النقد تفوضنا مع كل الناس اللي هي مستعدة اليوم بتقلنا يا خي يقوموا تقوم معكم بينما بينما ما صار كل هيدا ليش لأنه اليوم مع مين عم بيتداولوا الكل مع مين عم تدداول لروسية اليوم على صعيد المساعدات وعلى صعيد الإنماء اللي بيقدروا يعملوا على صعيد الغاز والكهرباء واواواوا معون هنة مع مين عم بيداول السندوق النقد معون هنة مع مين عم بيداول الفرنسوية معون هنة فايزان بدون يعملوا هنة يسيطروا على القرار للتعاطي مع الخارج ويلولون نحن أما لا أحد وهيك عم بصير اليوم كاتوليك يا حضرتك بدي اسألك سؤال عن صلاحيات الرئيس اليوم الموارنة معنيين فييون بس اليوم حضرتك فيك تجيوبني اليوم اخدين مننا يمكن لصلاحيات الرئيس حضرتكم حطين الوزير سليم جريساتي كاتوليك يا مشاك وهو عنده يعني عنده كلمة يمكن ما بيقوله بكلمته بالأسر ما ما بيصير اتنين يعني ان كان الوزير سليم جريساتي وان كان الوزير جبران بيصير من مال وان كان البيانات اللي عم تطلع وان كان تشكيل الحكومة اللي عم بيصير بيه البياضة وان كان هالمعركة كلها هايدي وهالمعمعة اللي فينا نسميها ألا تسقط هيبة رئاسة الجمهورية وصلاحية الرئيس بدنا نكون صراحين يعني في اليوم في اليوم حالة منة طبيعية عم بتصير على الصعيد العام حتى يعني يلي كانوا بيأمنوا برئاسة الجمهورية ويلي كانوا بيصدقوا باللي عم بيصير يعني ما كانوا خطين أمال على هالموضوع اليوم عندهم نوع من من الفلسترسيون يعني من المرعب كي بدليل مش مأزاز يعني مش مش مأزاز لا بس انه نوع من الرفض الرفض اللي عم بيصير أكيد الي الواضح اليوم انه في عندك مكون كامل عم بيشتغل على الصعيد وما عندك اليوم رئيس جمهورية عم بيتديول على الصعيد إذا بدك أوجاع الناس وأوجاع المواطن والبرهان اللي عم بيصير اليوم على الأرض يوميا من كيفة إذا بدك المشاكل اللي عم بتصير يعني وهيدي مشكلة كبيرة على صعيد المؤسساتي بنرجع المسيحيين بخطر أو لبنان بخطر مع الوزير اليوم ما بقى فيه موضوع شي اسمه مسيحيين وإسلام وغير إسلام نحنا اليوم عم نحكي بين مواطنين لبنانيين فيه أما مواطنين سيديين أما مواطنين غير سيديين فقط ولا غير فيه ناس بدون يكونوا عندهم دولة جديدة عندهم دولة مثل ما قلت لك يلعبوا يلعبوا لعبة سياسية إدارية جديدة وفيه ناس بعدهم تقليديين بدون يضلوا يلعبوا اللعبة القديمة لو كانوا انضاف ولو كانوا معارضين بينما اليوم الشعب اللعبة القديمة اللي فيها تباعية للخارج اللي فيها تباعية للخارج اللي فيها كل شي اللي نعرفه هالاجتماعات الصنقي وما هندأ يلي فيه إدمحلة للمؤسسات مثل ما حكينا هلأ لبعض المؤسسات مثل رئاسة الجمهورية مثل رئاسة الوزراء مثل مجلس النيابة لمصلحة أحزاب لمصلحة أحزاب وأشخاص من هالناحية هيدي اليوم في طلب من الأجيال الصادة يعني من الأجيال اللي طلعوا بالخمسة وثمانين تسعين خمسة وتسعين ألفين اليوم عم بيطالبوا بحلول جزرية لوضع حد لها الانهيار ولها التداول السخيف اليائس والبائس على صعيد إدارة الدولة اللبنانية مع الوزير طالما يعني خلص ما في نوا فيهم وبإدارتهم ننتقل إلى مؤسسة تانية أنا وياك الجيش اللبناني كيف ترى إدارة يعني القائد للجيش اللبناني ومجهوده اللي عم بيصير من أجل محافظة على هذه المؤسسة العسكرية من الانهيار لأنه طبعا المؤسسة العسكرية مثل كل هالمؤسسات بلبنان اليوم الوضع الاقتصادي ما أثر عليها كتير وكيف ترى يعني تعاطي الخارج وخاصة الفرنسي والأمريكي مع قيادة الجيش وثقة بها اللي أنت عم بتشدد عن موضوع أنه الثقة أهم شي وبعدين كله تفاصيل أولا من هالمنبر بتحية لجيش اللبناني ولقارضو أهمية الجيش اللبناني واضحة خاصة على الصعيد الحالي هو مصدر ثقة هو اليوم المؤسسة الوحيدة اللي بعدها وقفة على إجريها متمكنة متماسكة ومتماسكة وقدوراتها موجودة وهي المستقبل وهي عم تعطينا أمل بالمستقبل على جميع الأصعدي على صعيد الشبابة على صعيد الناس يعني اليوم عندك ركيزتين بالبلد عندك العامل بمعمله الموظف بمكتبه القوى العاملة والقوى العسكرية المواطن اللي عم بيكفح يوميا متل ما قلت حضرتك بالصفوف بالبنزين وما هنالك ولي عم بيعنه وعندك من ناحية تانية الجيش اللبناني ما بقى في إلا هالركيزتين لسوق الحظ كان فيه ركيزتين تدمروا طلقائيا وتدريجيا بقى بقى اليوم هالركيزتين اللي هو هال هالأمل بمستقبل أحسن اللي بمسله المواطن اللبناني ومن ناحية تانية الجيش اللبناني من أين يأتي سمود الجيش الجيش اللبناني اليوم هو ركيز رح بس خليني بس أكمل لك من ناحية ليس فقط وجوده وتماسكه ولكن أيضا لحماية الحدود وتمكين الحدود تانيا على صعيد التهريب وكل شي عم بيصير ما ننسى إنه كلف من 2013 لليوم فيه 35 مليار تقريبا قطعوا عبر الحدود اللبنانية كل شي تمكين وصمود سوريا كان من قبل الدولة اللبنانية والمواطنة اللبنانية من ناحية تالتة وأهم شي اللي حكينا سمعنا فيه كتير يعني بالأواء بالأين الأخيرة هو موضوع التجارة تجارة المخدرات تجارة المخدرات اللي هي كانان مشكل كبير للمنان صارت منصة لبنان لها الموضوع خاصة على صعيد طبيد الأقوال لفد سجل واحد كيف بده صح ورابعا أكيد موضوع التيروريزم يعني العقيدة لا لا الإرهابيين الإرهاب آه التيروريزم ما كنت عم بري أحضر إذا عندك مشكلة اليوم على الصعيد على النقاط الأربعة إذا بدك اليوم الجيش اللبناني هو ربز لمحاربة ويمكن المستقبلية والأينية على صعيد هالركائز الأربعة إذا هالركائز الموجودة اللي حكيت عننا ركائز الأربعة إذا هيدة جيش اللبناني متل ما قلت إنت قدر واستطاع إنه يسيطر عليها وإنه أول شي يحمي الحدود إنه يعني يوقف نوع عن ما من التهريب قدر يعني يوقف موضوع المخدرات والكابتاجون وطبعا التضفق الإرهابي فإذا نحنا لسنا بحاجة إلى شيء آخر يحمينا وسلاح آخر ما هيدا هيدا بيت القصيد هيدا عم نطالب فيه يوميا يعني اليوم هو العنوان اللي حكيت عنه أنا وإياك اليوم بس جبنا سيارة الجيش هو عنوان سيادة بحث يعني ما فيك تجي تجاد لهالموضوع اليوم الجيش هو السيادة اللبنانية والسلاح الوحيد على الأراضي اللبنانية ومن هالمنطلق اليوم إذا تنتبه المجتمع الدولي كله عم بيساعد اليوم إجي مساعدات من جمهورية مصر مشكورة على كيد هي والسفير 350 تون من المواد كبير للبنان فإذا هالموضوع هذا مهم جدا على صعيد الجيش اللبناني لصموده ولا تمكينه على صعيد كل هال طبعا عامل ثقة يعني عامل ثقة الغربي والعربي بالجيش اللبناني بيجي من إيادته لما تكون إيادة حكيمة من المواطن اللبناني ما شفنا ناس تحرك واحد على الأرض إلا بأعلام الجيش اللبناني حتى لو مرات لو بيكلو كفان يعني ملم وخبير اقتصادي ومصرف من الطراز الأول الأزمات المعاشية في لبنان أزمة المحروقات الرغيف أزمة الدولار أزمة الاستشفاء والدواء وطبعا التعليم وغيرها كل هذه الأزمات سنتحدث فيها بس عندي سؤال أنا لألك لو كنت ما كان وزير الاقتصاد راول نعمة شو كنت بتعمل هل كنت تدعم السلة الغذائية على مدى سنة كاملة مثل ما فعلها بطريقة عشوائية أكيد ما كنت خسرت 11 مليار دولار بهالطريقة هاي دي انت بتقول 11 مليار هني أكتر هني أكتر بس أنه هني أكتر شوي هني أكتر شوي يعني أكيد كان فيه تهريب للخيرج تقريبا بال آه بالتنين ثلاثة أما خمسة وكان فيه تنين كمان بين مساعدات للطلاب بالخيرج وما تبقى آه كان دعم مليار الدعم كنا وفرناهم على الأكيد وكان فينا نلاقي طرق تانية تقل لك ليش لأنه اليوم كل مرحلة إلى حلولها ووزارة الاقتصال والحكومة عامة عندها أدوات إن كان تشريعية إن كان أدوات قانونية أما أدوات على الأرض تقدر تستعملها حسب الحالة استعملت بالسابق ما كان فيه لزوم تستعمل غير أدوات لأن الحالة بهي الأيام كانت حالة إذا بدك نوعا ما مستقرة أما إيجابية ولكن فيه أدوات للحالات الاستثنائية وما حدا بيقول إنه نحن عم نفتش على الكمال الكامل على صعيد الإيدي نحن عم نقول على محاولات لتحسين الوضع ولتحسين معيشة المواطن ولكن عدم وجود أي خطوة إيجابية بل أزمات متتالية دون أي رقيب وبس بمجرد أن واحد يتفرج عن اللي عم بيصير هايدي مشكلة كبيرة على الصعيد الإيدي التشريعي وعلى الإيدي الحكومة متى بدأ الخطأ يعني الفادح بالموضوع الاقتصادي هل عندما قررت هذه الحكومة عدم دفع المستحقات لبنان يعني اليورو بوند أو يعني كان الخيار صائب وقداش كنا خسرنا لو دفعنا وقداش كنا وقداش خسرنا بس مدفعنا بس تخلفنا وما فوضنا يعني المدينين هدا يسمو opportunity cost بال management يعني بلك تعمل بالانس بين اثنين وعلى أكيد الخطأ بدأ من اليوم الأول من سنة 2017 بس بلشوا الأرارات المتتالية الغير ضرورية ويلي كانت مش بمحلة خاصة بالحالة الاقتصادية المالية اللي كنا فيها عم بذكرك من سلسلة الترتب والرواتب يلي مش هي كهية ولكن بتطبيقة وبيعدم دراسة جدوى وواضحة لهالموضوع وخاصة انه كلفت برتان سلسلة الترتب طبعا مع كل حقيتها كان فينا نطبقها بطريقة تانية نطبقها بطريقة كانوا قللين بذا تكلف 900 مليون بكلفة مليار وشوي مرتين عندك بوضوع الضرائب وكنا نقول انه بايام بهالايام وين فيه عندكم اا اقتصاد بهالشكل ما لازم يكون في درايب كنا نسمع الشعارات الغنانة انه الطعن حزب الكتائب يوم بوضوع الدرايب وربح الطعن والتذيقاء ما بتعلل اسعار هاي دي كانت بدعة كمان سمعنيها وبينما يصار العكس موضوع المواصفين المواصفين توظيف الغير الشرعي اللي صار على صعيد انتخابي و يعني فينا نعدد واخيرا اكيد هاي دي الشهيرة اللي هي عدم دفع اكيد ما نصح الحكومة بتقول مع الوزير بهالموضوع انا مأكد انه الثناء الشيعي هو اللي اخد المبادرة بهالموضوع وقرر هالموضوع وما حدا نوقف بوجه وهون هاي دي الخطأ الاكبر لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ما ادير يقرب وجون وهي دي كمان مسئولية على صعيد رئاسة الجمهورية عم تعتبر ان رئيس دياب كان مقتن عنه لازم ندفعون ما باع بعرف اذا كان مقتن عم ملاء بس لو كان مقتن عم ملاء كان لازم حدا يقول لا مش هلأ مش بوقت ايزا بدكون يمكن بعدين وبذكر الجميع انه هالمليار ومليار مليون تقريبا يلي كانوا لازم يندفعوا كان بقدر يتخذوا من الضرائب يلي عم تتخذ من قبل الدولة على المصارف اللبنانية فازلا منخلي المصارف اللبنانية تدفع هي حق الاوروبا تقريبا اذا بدك بواسطة الدولة اللبنانية يلي كانت هي اكيد عم تاخد هالضريبة وكان فيها تدفعها وكان نلاقي حل للموضوع السياسي والتقاطل السياسي الداخلي ولكن نخرب المنظومة المالية العالمية خربناها ونخربنا الهيكل على رأسنا بدون اي سبب طيب ما بدكن تدفعوا افتحوا نقاش على القليل اللي جربوا جربوا طمنوا طمنوا المجتمع الدولي يعني ما صار فيه اي خطوة ادارية برجع لموضوع الادارة اليوم ما في شي اسمه ادارة بالدولة اللبنانية والواضح هو اليوم الاخطاء اللي عم نشوفها والنتيجة السلبية اللي عم نشوفها ولا ادارة ولا تخطيط ما في شي اسمه تخطيط على صعيد شامل ولا سوء الحظ لليوم نحنا عم نتكل على الترئيعة اليومي وعلى الترئيع الحياة اليومي للمواطن اللبناني يعني اتخذت مع الوزير وقتها بطريقة شعبوية انه ايه نحنا ما رح ندفعه نحنا كتير قوية ويمكن هني كانوا مليار وميتان مليون دولار اما يمكن بذات الشهر اللي وقفنا ندفع فيه وصارت الأزمة بلاشنا نخسر كل شهر مليار مليار ونص بموضوع الدعم والتهريب اللي حاصل ان كان بالمواد الغذائية والوقود او احتكار الأدوية يعني فات لبنان بدوامة ما كانت متحضرت له للوزارات ولا الإدارات نحنا اختصاصي بالهدر اختصاصنا الهدر المال ما انه عارف عارفين انه عم نهدر وبنهدر يلا مش الحال لا هذا دليل عدم مسئولية اجتماعية لانه ما فيه اكيد مليحقة والمليحقة بتكون مليحقة قانونية بتكون مليحقة شعبية ما انه موجودة اليوم اذا بدك نتيجتين كتير مهمة من 17 20 حتى اليوم انه وجود هالم مليحقات اتنين ان كان على الصعيد الشعبي اما كانت على الصعيد الاداري مع الوزير من معرفتك يعني بالفريق الاقتصادي اللي كان محيط برئيس الجمهورية او وزير الاقتصاد اللي هو اعتقد انه ليبرالي اكتر ما هو يمكن يعني شو اللي خليهم كلهم يتحمسوا يتشجعوا ويفوتوا بنظرية انه نحنا ما رح ندفع ما رح نحكي مع حدا ما رح نتعطى مع حدا اولا ما عندي تعليق على هالموضوع وثانيا حكيت قلت مين اخد الارار حزب الله اخد الارار بقيت لك مين اخذ من المنظومة المالية العالمية ما تبقى هو مجرد مسرحية مع الوزير لو كنت محل وزير الاقتصاد وحضرت كنت وزير الاقتصاد هل تقوم بخطو جريئة وترفع الدعم فورا عن كل شيء يعني ان احنا رفعنا الدعم من سنة 2014 باول الاجتماع لمجلس الحكومي لانه لم يكن نؤمن بهالموضوع على السلع اللي كان فينا نشيل الدعم ما تبقى كان بموجب قانون ما كان فينا نشيل مثل الامح مثلا بس قدرنا ندول بالأزمات المتتالية اللي صارت كان في أزمة خبز نحلت كان في أزمة ميزوت نحلت بإطار المستطاع على كيد بفينا نشبه ولكن بتظلك تلاقي حلول عملية وكمان مرة ما حدا كامل ما عم نطلب حلول 99.99% منا بسوريا نحنا عم نطلب بحلول طبيعية نقدر نتوصلها ويحس المواطن طريق التعامل غير المعاملة اللي هو معود عليها من قبل الدولة اللبنانية بالموجود ما عم نطلب نحنا عصى صحرية تجي وتلاقي حلول بس نلاقي على القليل خطوات تقدر تسمح لهالمواطن انه ما يفقد الامل بالبلد وما يفقد الامل ببكره معا الوزير يعني تندخل كمان الى محور ما نخيم فيه كمان وعندك معطيات هل المصارف اللبنانية سوف تطبك التعميم 158 اللي أصدر لمصرف لبنان بما خاص الاربعمائة دولار فريش والاربعمائة التانية على سعر سيرفه نصف البطاقة ما بنا ننسى انه يلي ماسك ماسك عصر ماسترو اذا بدك للكطار المصرف هو مصرف لبنان اذا ما بعتقد فيه مصرف مش رح يقدر يواجه مصرف لبنان بهالموضوع انا حسب رأي كمان مرة عم نحكي بمواضيع لسوق الحظ عدم معرفة الناس عم نحكي بخطوات نقضية هالخطوات النقضية ان كان تعميم مية وواحدة وخمسين ان كان تعميم مية واربعة وخمسين ان كان تعميم مية وثمينة وخمسين وغير تعميم هي لابقاء الرأس فوق الماء بس هول منن خطوات اقتصادية ومالية للمعالج هو لخطوات هو لمنع الغرق هو لخطوات نقضية لي بيقولوا بالفرنسيوي ميناجيلا شافر لو شو هايدي مات بش عنا نفوت بالموضوع تنقدر نكمل هالمسيرة اللي ما بدنا ننسى انه من 2011 حتى اليوم ما في استثمارات بلبنان مين كان يستثمر بلبنان مصر في لبنان صح فإذا اليوم السياسات النقضية اليوم اللي عم بتصير اما السياسة النقضية ككل ما بتقدر تاخد محل سياسة اقتصادية مالية للدول اللبنانية جيب استثمارات من الخارج اعتمدنا خلال سنوات على السياسات النقضية اليوم كل مرة ما بيطلع تعميم منقول هيدا الحل اما مش هيدا الحل مش مظبوط هو لي منون حلول هو لي كمان مرة ترقيع لا الصمود فقط ولا غير مش الاقتصاد لانه ما بقى في اقتصاد لصمود المواطن بحياته اليومية فقط ولا غير وصمود القطاع المصرفي كمان من ناحية تاني تعرف لك شي بلد بلد قطاع بصرفي ابدا كان بدون يعملوه كان بدون يعملوه اصلا كان بدون يعملوه خمس بنوك جدا صحيح مش على ايام اللي هو حكومة الحالية كان بدون يعملو توازن يمكن طائفة كان بدون يقلصوا القطاع من مال ويزيدوه من مال تاني بخمسة لانه يمكن اللي بيعتبر حلو انه بيطلع له متالة بالسياسة كمان معتبر مصرفيا بيشتوه بقيت المصارف بلاش هل قدمعهم مصاري مع الوزير اكيد 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 اذا مع الوزير يعني رحي البنوب حتطبق هيدا بتطمن اللبنانين لانه في اليوم في ناس مع الوزير اذا ما قدرت سحبت منها الارصد اللي مجمعتها عبر عمره كله اذا ما قدرت سحبت اربعمية دولار ما رح تقدر تكفي بالمرحلة الجاية لانه اليوم تعرف المعيشة صارت يعني اقل بيت عم بيصرف عشرة اتنعشرة مليون ديرة هيدا خطوة ما قبل شايل الدعم ما قبل شايل الدعم طبعا وهلي من مصريات الناس والحيدة حقون ولكن كمان ما ننسى انه هي على فترة زمنية محددة بكرة بتقدرت كمان تتعدل حسب الحالة وحسب الحاجة وبرجع بقلك اليوم لو لقينا مصدر المشكلة وحلينا مصدر المشكلة كل هالتعاميم تلغى ومنخلص منها ومنرجع الى حياة نوعا ما طبيعية مع الوزير الاستقرار السياسي ويعني الدخول بتمنقول تسوية بيعني نهج سياسي جديد جيد بلبنان ان كان عربيا وتحسين علاقات لبنان هالشي بريح القطاع الاقتصادي كله ومنه المصري في اللبناني وبيخلي ودائع الناس الدال موجودة اكيد اليوم كل شيء يعني ما عندك خوفة على الموضوع اذا انطلق البلد انا عم برجع قللك الامكانات بلبنان موجودة حتى اليوم عشان هايك عم بقول برجع بقول للمواطن لا لليأس ولا للتشاؤم الامكانات الموجودة بلبنان بالدولة اللبنانية حتى موجودة هيلة على الصعيد الاموال اللبنانية الداخلية الاموال اللبنانية الخارجية ومصرف لبنان والاموال الموجودة بمصرف لبنان والامكانات الفردية الموجودة بكل لبناني موجود اليوم بلبنان وخاصة شبابنا والطاقة الشبابية دون ما انه ننسى التضف العملة الاجنبية من الخارج الى اليوم مخفت كتير يعني عم نحكي بعد سبعة مليار من خمسة للسابعة كانت سبعة صارت خمسة هلا وشوي انا كنت مفكرة حتى اقل لك التضف بعده موجود اليوم في روح اخترابية اليوم بكل هالمعطيات ولا خطة مكنزي ولا خطة حدن ولا خطة رحقلك مين اكبر 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 اختصاص بالاقتصاد بدون كل هالخطط الموجودة كلها بالادراج ومزدوطة ودفعنا حق منهم وما حدا نستعمل بخطط لبنانية وبهالاربع امكانات الي حتيتك عنهم اليوم فينا نرجع ننتشل لبنان باسرع وقت ممكن انا ما بعطي فترة زمنية طويلة اكيد ما برجع بقدر اا اا قول انه رح نكون والاكيد اليوم المواطن اللبناني بيصير امن انه عنده مستقبل بلبنان ولكن هده بسيس الامل طبعا ما حيكون موجود مع الوزير اذا بقي حزب الله متعنت ويعني محتفظ بسلاحه وحاكم الدولة ويسعى الى حل كلها المؤسسات ليكون النازم والبديل السياسي عنها حل لو خلي شو صار وين النتيجة من بعد وين برجع بقول للمواطن اللي صوت مباشرة او اما غير مباشرة للسلاح الغير الشرعي لو ما ننسى في ناس صوتوا غير مباشرة ما صوتوا لحزب الله مباشرة صوتوا لغير احصاب لحليفه اما حليفه اما عم بغطو اما مشوا معه بالتسويات هولي غير مباشرة كل هالمواطنين مقتنعين بعد باللي صار اذا مقتنعين يرجعوا يطلبوا من ممثلين تبعولون يعني النواب انه يستئلوا يرجعوا يعملوا انتخابات ويرجعوا يصوتولون اذا مقتنعين هايك بنكون عرفين كل واحد قديش مقتنع باللي عم بيعملوا وهالمواطن ما بقيناء لانه بيكون هيدا خياره ولكن اليوم بالحال ان احنا فيها ومن بعد 17-20 باللي صار على الصعيد الارض نرجع نقول انه بعد ان احنا بألف خير هيدا يعني اذا بدألك مصيبة كبيرة على الصعيد الوطن والمواطن مع الوزير يعني انتو بحزب الكتائب مرتحين متصالحين مع زيتكون مهيئين للدخول في هذه الانتخابات النيابية الجديدة نحنا حزب نحنا حزب ديمقراطي اجتماعي عمره فوق 80 سنة رأنا بمرحل كتير كان عنا نحنا قوة وحدة هي كتير مهمة المبادئ والمؤمنين وثالثا القدرات التأقلم تأقلمنا ومصلحة لبنان كل مرحلة وما كان في شي اسمه اشخاص ما كان في مصالح شخصية وكان في شي اسمه مصلحة الوطن والبرهان انو نحنا لليوم مؤمنين بهالدولة واليوم ما برى نحكي بس كتائبيا عم نحكي على صعيد لبنانيا على صعيد جميع اللبنانيين وين ما كنا وكت عم تسألني سؤال على الانتخابات نحنا ما بيهمنا عدد النواب يلي منقدر نجيبه نحنا بيهمنا عدد النواب التغييريين يلي بيقدر نوعية النواب لو اجا صفر كتائب واجا خمسين نيب تغييري بنكون نحنا نفسرنا لانه بيكون النهج ربح دكتور الان حكيم معالي الوزير يعني حلقة شايقة من منشاة المساء ترقنا فيها لكل هالمواضيع ان كان بالشأن السياسي او الشأن الاقتصادي شكر كبير لمخرج ومنفذ هذه الحلقة جوزيف كريم كان معكم من وراء المايكروفون مروان الدوم الى حلقات معشاة جديدة الثلاثة المقر مرسي مغلوان جديد جورج بوعبدو فيكي توزيع شاد الباشا ميكس وماسترينج توني حداد تسجيل استوديو ترجمة نانسي قنقر